الحمد لله يا أخوتي إيما نخلي فدارتها وفجابة الميضالية الذهبية لبلادها ذكارة في كل هذا العالم المنافق ذكارة في العالم لم يفرقش بين المرأ و الراجل إيما نخلي ففعلتها يا أخوتي قبل كل شيء أهبطل تحت كيماراكم وخليوا اللايكات للفيديو هذا خلي يوصل إلى الجميع إلى كل الجزائريين خلي الجميع يفرحوا وين ما كانوا أراهم زعمة هبلوني بالسينيال في القناة هذك الناس اللي ما حملوهاش أنه ندافعوا على بنت بلادنا فأنتم يا جزائريين خليوا اللايكات تعكم جميع واحد أراهوا فرحان يخلي اللايك تعه وبلا ما ننساوا التعليقات باركوا الإيمان خليف هذا الإنجاز الكبير نعم يا أخوتي كما قلت لكم إيمان خليف قدرت أنه تتحدى هذا العالم القادر وتجيب الميضالية الذهبية هذا وش كنا نستنعو يا ودي استنين 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 والحمد لله فالنهاية إيمان خليف لكمت العالم كامل ماشي غير الملاكمة لكونترها وإنما كامل العالم سقلات ومليح مليح وجابتنا الميضالية الذهبية هكذا الجزائر ولا عندها زوج ميضاليات ذهبيات لتتصدر كل عرب لتتصدر كل المنافسين من الدول العربية وحتى الإفريقية هذه هي بنت الجزائر كي تستفزها تشبعك سقلة تسمى كامل التغريدات هذوك وكامل الشطيح ورديحتعكم يا أيها الغرب المنافق على بلكم وين دارتهم بنت الجزائر دارتهم في الزبالة أنعميه دارتهم في الزبالة انت يا إيلون ماسك ويا ترامب وغيركم من المسؤولين لذا ما عندكم المال وعندكم كلش إيمان خليف مسحة الحذاء تحابيكم ولي ما عجبوش الكلام هذا غير يخرج من الفيديو لأنه مش جزائري نظركه ما رح نرحم حتى بنادم غلطة معها وانتوما يا البراتيش يلي آه دخلتوا في الحكاية الاتحاد الدولي للملاكة ما أثرتوا على هذاك الاتحاد وخليتوهم يطردوا إيمان خليف بدون أي حاجة قانونية واش ربحتوا الآن ربحتوا إلا الشعر وخلاص تحليكم مال خلاص تحليكم مرحة كوافقة كل العالم أعرف الحقيقة تعكم وفضحكم شكون اللجنة الأولمبية لنوجهوها تاحية لأنها وقفت مع إيمان خليف كنتو ماشي معترف بيكم وزاد الآن عرف بلي اللجنة الأولمبية ما هيش معترفة بيكم أصلا من الفين وثلاثة وعشرين إيمان خليف فعلتها ودخلتكم في حيط وما زال خير للقدام يا الفيحين هذه الميضالية اللولة الذهبية وما زال زي تجي بنا ميضاليات أخرى في قادم المنافسات حتى أنو الاتحاد أو اللجنة للأولمبية يا خوتي على بقش قالت لهم قالت لهم يا الدول ماذا بيكم تبدأوا تشوفوا كاش حل بيش تديروا اتحادية أخرى للملاكمة لأنو الاتحادية هذه خلاص أصبحت فاسدة يو جميع واحد يخلط فينا احنا الجزائريين يخلصها غالية وقلت هالكم ونزيد نعود هالكم هذا درس لكل العالم أنا نشوف فيها حاجة مليحة يا خوتي حاجة مليحة لأنو كامل العالم عرفوا شي سوى الجزائري عرف بلي بنت بلاده وما كانش كيفاش تحقرها عرف بلي أي بنادم يحمل الباسبور الجزائري ولا الجنسية الجزائري جزائرية ما كانش كيفاش تحقرها ومن لخر يا خوتي تصوروا أنو أكبر المجلات تلعالم كتبوا على القاضية كتبوا بلي إيمان خليف هي ابنة الشعب الجزائري عرفوا بلي احنا شعب يوقف مع بعضاه ونديروا اليد في اليد إذا تعلق الأمر بقاضية وطنية ولا كاش مهابل كاش براتيش كي ماكذا حابين زعمي شوهو سمعة الجزائر يوما كانش لي شوهو سمعتنا وانتوما يا البراتيش ماذا بيكم تلتاو يعني في المشاكل تاعكم الداخلية في ببرك التاو في المالي ما عندكمش التاو في أنو يعني الحاجات تاعكم تقضيوها خارج المنازل تاعكم لأنو عندكم أزمة تاع المراحيض حاشاكم والله كي ما نحكي معاكم يا خوتي الأزمة التحمرة هي وصلة للمرحاض جايين يحكيوا على الجزائر ويعسوا في رياضيين الجزائريين كشغول تاحهم أثبتنا إحنا الجزائريين يا خوتي باللي هذا العالم المنافق رغم كلش ما يقدرش للجزائر رغم الإمكانيات المادية رغم يا خوتي القنوات التلفازية اللي كامل يمشيوها كي ما يحبوا كلش لكن ما قدروش علينا كشعب جزائري علاش لأنه درنا اليد في اليد ودافعنا على إيمان خليف بكل اللهجات عم بلكم الجزائريين خرجوا حكووا باللونجلي حكووا بالفرنسي حكووا بالإسبانية بالإيطالية بكامل اللغات باش يوصلوا للعالم القادر هذا بلي إيمان خليف هي إمرأة ونص ثاني يا خوتي حبيت نقول لكم حاجة بلي هذا الشي ليصدر الإيمان خليف هو درس لنا ثاني درس لنا أنه نفهم بلي ما كانش حتى بنادموا لأي دولة في العالم هذا توقف معانا من غير يا خوتي الجزائر يعني الجزائر توقف مع الجزائري والجزائريين يوقفوا مع الجزائريين والسلام عليكم أما الخزعبالات هذيك تاعه أنه هذا جاري وهذا خوية كدول مثلا شقيقة أو الخرطي هذك هذا كامل ما يهمناش لأنه عبارة على أكبر خرطي في التاريخ وحتى الدولة تعنا راهي مجبرة بش ما ما ديتش كامل دير العلاقات هذه الأخوة والساداقة ومسح الديون ومع لباليش يا والعلاقات الدولية هي علاقات تاع مصلحة متبادلة لازم تفهموها يا المسؤولين الجزائريين راحت بكري هذيك تاعه هذا حليفي وهذا حليفي لا لا راحت بكري الآن إلا المصالح المشتركة كم شفتوش كون لي طعنت في المولاكمة الجزائرية أول دولة اللي خرجت في مجلس الأمن الدولي اللي نورمال مو يناقشوا فيه إلا القضايا الخشينة ولو يناقشوا فيه إيمان خليف هي روسيا لزعم حليفتنا لينشريوا من عندها السلاح وكلش يعني كان علاقات تجارية كبيرة لكن يا أخوتي عندما تقاست شوية المصالح تحهم طعنونا في الظهر نعم تقاست مصالحهم في إفريقيا تقاست مصالحهم عن طريق الأنبوب هذك تننيجيري لو كان يندار الأنبوب هذك روسيا تدخل فيه حيط يا أخوتي فهمتوا لذلك راهي تعرق لكل هذا الشي وراهي تدير المشاكل في إفريقيا وتدعم في حفتر منا وتدعب منا وتدعم منا أنا نقول لكم كاين إلا المصالح تعل جزائر وفاقط ننساو هذه حكاية أنكم تتضامنوا مع كاش دولة وتبعثونهم ادراها مخطيونا بلد مصخير هذك من غير باينة من غير القضية الفلسطينية هذك حاجة أخرى هذك ما نحن نحكي عليها خلاص وثاني حتى القضية الصحراوية اشكرا فيكم يا البراتيش يا والله انطيبوكم فاتحي الجزائر دائما وأبدا وشكرا إيمان خليف لأنك فرحتنا وأنك يعني صنعتنا كما نقولوا إنجاز ضد العالم مش إنجاز يعني فردي وكذا لا لا وإنما هو إنجاز ضد هذا العالم المنافق دخل لهم في حيط على بل يش ركع إيلون ماسك والبراتيش وش راهم يديروا ها راهم في كاشكوانا كما أكذا مخلوعين خايفين في حالة ها شفتوا كيفاش الجزائر توهينكم بكل الطرق هذه إمرأة جزائرية فقط فتصوروا شباب الجزائر وتصوروا الجيش الجزائري وخلي برك خلينا بلا ما ندخلوا في تفاصيل بزاف تصوروا هذا كامل يا أخوتي يسقلوا العالم الغربي يا والله ما يقدروننا أخوتي الجزائريين لازم بلادنا نبنيوها لازم بلادنا نسقموها حناية أي غلطة في بلادنا نريقلوها حناية كيف نقول دولة متقدمة خلونا من الخرطة بالشعبوية لا لا لازم نخدمو بلادنا تاع الصح لازم نحيوها ذك ثانية حكاية أنه نحن قوم الله المختار ونحن الجزائرين ما نغلطوا شكرا لا لا يا أخوتي لازم نعترفو بأخطاءنا لازم نشوفو سلبياتنا نعترفو أيضا بسلبياتنا كيف نقدرون بنيو بلادنا جميع واحد شاف حاجة عوجة شاف يقول عليها وبش نريقلو بلادنا والله أخوتي هذا وش ناقصنا برك هذا وش ناقصنا ناقصنا نظام في التسيير والسلام عليكم هذا وش ناقصنا بش نقول لي من أحسن الدول في العالم عندنا كل المؤهلات والله يغضب تغيظك وعمرك أن تشوف الجزائر عندها كامل المؤهلات لكن سوء التسيير دخلها في حيط لازم علينا يا الجزائرين نريقلو كلش وأبسط مثالها تع سوء التسيير هاكم شفتو الأولمبياد بعثوا لي مع لبالي 6 ورابعين رياضي مع 1 500 أو 200 أو 300 من الوفود المرافقة ولد عمه ولد ولد عمه ولد خاله هاي كارثة هذا فساد كبير على ظهر الدولة يرح يحوس ويضرب جولة سياحية في باري وفي الأخير يجي بدون أي نتيجة يكون أمواجب نتيجة هذا من سوء التسيير من الأخير اسمه لازم نريقلو بلادنا آي السلام عليكم متحية الجزائر وشكرا إيمان خليف على الصفحة التاريخية اللي مديتها للعالم وهذه البلاد نبنيها احنا يا ولادها السلام عليكم